الاختي دي القرى واتقى الواحد فيها بطولة ينين بطولة شمال ومن ناسبة الفيلر وصورة محمد شريف دايما اهداف محمد بتمنح الاهلي فوز شريف سواء محلي او افريقي وركزوا تحت كلمة عنوان فوز شريف دايما النادي الاهلي ان شاء الله كايما انتصاراته وبطولاته كلها بتبقى عرق ومجهود كل اللعيبة وعندنا احد نجوم النادي الاهلي محمد شريف فترة جاية يكون مستقبل منتخب مصر ورأس حربة منتخب مصر مع النادي الاهلي لكن نبدأ بقى تريند الاهلي وتريند الاهلي النهاردة عندي فيه شوية تفاصيل مختلفة شوية نبدأ مع بعض من الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم ماكاف من خلال حسابه الرسمي على تويتر اعلنوا اكرم توفيق الافضل في مباراة الترجي والاهلي في زهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بتصويت الجمهور دايما الجمهور جمهور الكرة زواق بيعرف مين اللعب اللي بلعب برجولة وبلعب بقوة وبلعب بأداء مميز جدا توفيق خلال الفترات الاخيرة ما لعبش الا مبارتين تلاتة على مدار فترة طويلة مع الاهلي لكن لما لعب هذه المباراة اثبت وجوده ولعب مباراة جبيرة جدا بدني وفني بشكل رائع جدا وقف اهم لاعب في صفوف الترجي حمد الهوني الليبي بشكل رائع جدا اكرم توفيق احد العناصر الاساسية اللي تعتمد عليها في اي وقت وعلى فكرة في نص الملعب هتلاقيه في خط الدفاع هتلاقيه ظهير ايمن هتلاقيه فكرة اللعب بقلبه برجولة انا عندي اهم بكتير حتى لو لعب الفنات بتاعته قليلة طبعا اكرم الحمد لله فنات ممتازة جدا بس انا بتكلم بحب انا اللعب اللي عنده رجولة وقلبه هو بيلعب ايا كان المركز بيلعب فيه حتى لو مش مركزه الاساسي اكرم يستاهل بالفعل من خلال تصويت الجمهور رجل مباراة الترجي والاهلي في زهاب دوري ابطال افريق طيب الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك اتكلموا بقى على استعداد الاهلي لمباراة العودة امام الترجي وكتبوا بيتسو مسماني بيناقش مع معاوني خط التأهل الاهلي امام الترجي التونسي عنوان طبعا بيتكلم على المرحلة اللي جاي عندك لقاء العودة مع الترجي اكيد بتعمل تدريبات يومية راجع من راحة سلبية هتخش معسكر مغلق هتتعمل مسحة بي سيار يوم الخميس لكن التحضير للمطش اللي جاي على فكرة اصعب من تحضير مطش الزهاب للمطش جاي على ارضك يا رب بإذن الله يكون بحضور جمهور وبنصف في كل القيادات في الدولة هتكون مساندة للاهلي والكل هيشتغل مع بعض سواسية ويبقى فيه تكاتف من اجل انجاح هذه المباراة لان نجاح هذه المباراة قبل ما يكون صورة للاهلي هي صورة لمصر والجمهور مصر والقرى المصرية ودايما الاهلي وجمهوره هيكون في الموعد بإذن الله لكن بيتسو مسماني لما بيشتغل على المباراة ما بيشتغلش لما بيرجع للتمرين بيتسو بيحضر لكل فترة قبلها فترة لما حضر لمباراة الزهاب كان محضر لها قبل ما ياخد اجازة 6 ايام وقبل ما يسافل جنوب افريقيا وهو في الاجازة كان بيدرس الترجي دراسة قوية جدا واستعانت بكذا محلل اللي موجودين داخل النادي الاهل عشان يعرف ازاي يلعب مع فريق الترجي التنسي لكن ان شاء الله بإذن الله يقدر الاهلي يعمل مباراة كبيرة ويكسب لقاء الاياب زي ما فاز في لقاء الزهاب اخرج الافاصل وبعد الفاصل لسا مكملين مع حضراتكم بقى فقرات برنامج التريند اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة